دشعنا الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضر موت الأستاذ صالح العمقي اليوم بالمكلة المخيم الطبي التطوعي لجراحة القلب المقام بمركز نفض الحياة برعاية وزير الصحة ومحافظ حضر موت واستمع الأمين العام ومعه مجير عام مكتب الصحة بساحة لحضر موت دكتور محمد الجمحي من مجير مركز نفض الحياة دكتور محمد باشعيب إلى طبيعة عمل المخيم الذي ياتي ضمن برنامج نفض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب يستمر على مدى أسبوع كامل بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وسيتم خلال المخيم إجراء عدد من عمليات القلب منها 40 عملية قصطرة علاجية و30 عملية قلب مفتوح إلى جانب عمليات تشوهات القلب للأقفال على يد اختصاصيين واستشاريين من المملكة العربية السعودية الشقيقة والكادر المحلي